القسم الأخير من الكتاب الخامس خاتمة هذا الكتاب نهاية الكتاب ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت وذكر فيه وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لابد أن نعيش في مجتمع مسلم ندعو الناس للإسلام نخاف عليهم من الشرك نانصح لهم ذكر أيضا أن المسلم قبل أن يدخل في الدين الإسلامي لابد أن يكفر بجميع معبد من دون الله لا نعبد الشيطان لا يمكن أن إنسان أن مسلم يرضى أن يعبد من دون الله لو جاء إنسان وسلم عليك وانحنلك لا يمكن أن ترضى بهذا تقول الإنحناء بالركوع بالسجود لا يكون إلا لله لا يمكن تنخني لي لا يمكن أن يأتي أحدا من أهل الإسلام ويدعو الناس إلى عبادة من دون الله مثل ما صنعا فيرعون كل من الدع علم الغيب علم في غدن مثلا علم الساعة هذا كاذب وكافر كفر أكبر لا نصدق الكوهان ولا السحرة الساحر والكاهن وكل من الدع علم الغيب كفر كفر أكبر الساحر ليس بمسلم الخامس لابد أن نحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم يكون الحكم بالكتاب والسنة لا يمكن أن يصلح في هذه الدنيا فهي هو يكون الحكم بالكتاب والسحر وفوحي اشتركوا في القناة والله أعلم وفوحي وصلاة الله على نبيه محمد وعليه وصحبه وعليه وصحبه وصلام وجزاكم الله خير سبحانك اللهم وفحمدك إن شاء الله إلى أنت نستغفر وقال